السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلاة الله وقاته ورحمة الله وبركاته طبعا اكيد اكيد انتم فرحانين المبسوطين عشان من يختص برشلونة بس للامانة اني انا مبسوط على الاعداء الاعداء انه كان بجنن وطحنوهم بالشروط الاول وجزء من الشروط الثاني اقول لك اللي كان لبرشلونة ويحضروا التحليل تا الجزيرة بس الحظ ما خدمش وبلانتيقاص ما فيه الحكام لدنبلي وهي عندي انا من احباية طلاب السل الماضية الشرع طبعا برشلونة جايين من اربط بعتز فيه جايب ما ان شاء الله ست وتسعين ومعاي برضو معاذ معاذ بس ميونخ جاي تشفى فيه اليوم جايب سبعة وتسعين وسبعة فبرحب فيهم اجمل ترحيب واهلا وسأل فيكم شباب وان شاء الله تكونوا يعني على شاكلتهم يكتمشوا سبعة وتسعين وسبعة معاذ وست وتسعين الا شحطة اهه العبداللهvisible فاحلا وسهلا فيكم حباية ابنه وان شاء الله انه ربنا يكتوبكم الخير طبعا مية وتسعين اه معاذ ومية وتسعين اه ومية وثانوة وتسعين برياضيات او مية وسته في برياضيات ما شاء الله مجموعة ميس وتسعتين ممتاز بارك الله فيكم ان شاء الله ربنا يسيرهمşekkürوا طبما احنا بنقول أحبائنا يعني بنجتهد بنتعب والنتيجة ما بتعرف شو هي انت ما بتعرف شو ربنا كاتب لك يعني بارح عرضة ضربات حكم مش محترم شو تساوي ما اللي اشو اسمه هذا الحارس زبطت معه حارسهم يعني كانت طحن طحن بس خلص قدر الله ما شاء فعل ما زبطت وبين أرضهم يعني جمهورهم هذه الوضع بس احنا نضع فريق كبير وان شاء الله راح نضح المدريد طب حبيبنا بنذكركم في مشتقة الاقتران الأسي العادي والطبيعي الاقتران الأسي العادي والطبيعي اي قوي اكس خاص مشتقة اي قوي اكس او والله حسن من ايك ما فيه طبعا في واحد بتأثرش مشتقة الاكس تعال على القاعدة العامة اي قوي جي اكس بيظل زي ما هي في جي فتحة هو فكرة فيه لن الاي بس حكينا لا احبائنا لن الاي كام واحد هس سبنا احكي شوية عن لوغرتمات بعدين عممنا انه مش ايه بي بس فيه شرط عارفين بي بي ممنوع تكون واحد ولا سأل بي كي بدك تشتقي برضه بالظل زي ما هي ولا احلى من هيك الظل زي ما هي في مشتقة الاكس واحد في لن البي يعني مثلا تلات قوة اتنين اكس اشتقينا احنا وياكم شو بتصير تلات قوة اتنين اكس باتنين خلصت لا يا صديقي قلتلك ايش بيش بدنا نجيب اللون احمر هارفوا ليش اللون احمر في شطع الساندويش هيك علمتك في لن ايش التلات لن التلات لن هاي ويعممناها ايضا هاي عممناها افل اكس بي قوة جي اكس نفس القصة بي قوة جي اكس في لن البي اللي في جي فتح يعني انا نحكي لك هنا مثلا خمسة قوة ساين اكس اشتقي صديقي بتقولي والله بيضل زي ما هي خمسة قوة ساين اكس تمام في مين في قوة ساين اكس في مين وين الشطع على الساندويش اه لن الخمسة اتفقنا قواعد بسيطة سلسة جميلة ان شاء الله تكونوا من الموفقين خلينا ندرس شوي كمان فينا بتذكروا انه الحصة الماضية حطينا اسئلة خلينا نشوفها به هذا اللوح مش عالف ليش انا حطيته اسود اه هاي قلب اسود تمام هيك نعود نبدأ احنا وياك هذا السؤال كان واجب انكم الحصة الماضية وان شاء الله انكم جربتوا حلته انتفقنا شباب يعني بنحكي مع الشباب اللي كانوا بيجونا ومنا اللي قال الاصل الماضي مع احمد الدباس وبارك الله فيه واليوم كان مع معاذ قبل شوية بنزلوه على الفيسبوك وبارك الله مع عبد كمان جاب 400 حكوا كلام يعني استفيدوا منهم استفيدوا من خبرتهم كرر ولا تكثر الدورة على مصادر من برا والله بتجينا اسئل ما انزل الله باب السلطان حرام والله حرام فيعني نصيحة الوجه الله وانتو حرين انتو حرين انتو حرين انتو حرين امشي مع واحد وثق فينا وان شاء الله ما بنخيب ظنك تعالوا نشوف هذا السؤال اف اكس اي قوة اكس تربية زاعد اكس بدي اففتحة الصفر دا يا رب عالمتين اشتاق ما اشتاقش هيك علمتك لا والله اشتاق اففتحة هنكبر الخط شوية اففتحة الاكس اشتاق نقول يا اصلا والله خليع زي ما هي قوة اكس تربية زاعد اكس ماشتاقت القوة ارجوك استخدم الاقواس ارجوك استخدم الاقواس اتنين اكس زاعد واحد الان اففتحة الصفر اففتحة اوه اي قوة صفر زاعد صفر اي قوة صفر فيه اتنين بصفر صفر زاعد واحد الجواب كام اتنين طب ليش واحد في واحد اتنين مباري حطيتها بالمركز هذا يسموت تهوة إيقو صفر واحد في واحد واحد في واحد واحد يا جماعة إذا مش اتنين ولا صفر ولا إي في ناس حطوا إي الإجابات شو بدو حط لك رحط لك واحد أكيد الإجابة الصح رحط لك اتنين للناس متعورين رحط لك صفر للناس برضو اللي شوية مستعجلين ورحط لك إي بي ويسي وهاي دي رحط لك إيش إي أنه إيقو صفر بجو حطها إي ما ينتبهش طيب هذا السؤال إن شاء الله تكونوا حلته شوف السؤال آخر هذا برضو سؤال الوزارة يا جماعة جابون ليا دائرة بعلامتين بس بتذكر طلابنا وأحبائنا إنه يا صديقي إي قوة إكس دائما إي قوة جذر إكس لا تساوي إي قوة إكس تحت الجذر أيوة هاي غير عن هاي هاي القوة ليست خطية هاي القوة خطية هاي بقدر أخليها إي قوة إكس قوة نص كل هيك بقدر هاي بقدر طيب تعالوا نشوفهم والله السؤالة بدأ اشتق فورا يا جماعة قبل ما اشتق قبل قبل خلينا رجعنا نحكي في الأساسيات أساسيات التفتيت والله علمتك والله إني علمتك شو التفتيت لما نقول لك مثلا أنا عندي إكس بقدر أفتتها يا صديقي جذر إكس في جذر إكس لأنه مرات ملزمني أفتت اتنين بقدر أفتتها جذر اتنين بجذر اتنين أي شي بقدر أفتتها يعني مثلا تقول لي اتنين أو جذر اتنين على اتنين طبعني بقدر أفتت اتنين لتحت اكتبها جذر اتنين بجذر اتنين مزبوط وهاي فوق جذر اتنين بتختصر هاي مع هاي هاي بطلع لك واحد على جذر اتنين السؤال بدي اعمل اخلص على الجذر بضرب بجذر نفسه مرافقه يعني او انطاق مقام او انطاق بص ما نقول له ما في مشكلة تعال نشتقهم يلا أستاذ افت حال اكس شو بتساوي واشتقت ما داخل الجذر على اتنين بالجذر نفسه جميل جدا اتنين بالجذر نفسه واشتقت لي تحت الجذر اتنين اي قو اكس خلصت انت والله خلصت للأمان انه خلصت دور عجابي مسكين عجقوا آه بعضهم بطل حول هسه بقول لك الحل الاخر غاد وبعضهم بفهم في الاساسيات مين جالي بفتتها ايوه فتتها وان شاء الله فتت دفاع مدريد في الكلاسيكو يا رب وهي اتنين اي قو اكس تفتيت مهمة جماعة انت اسأل تعين الماشاء الله الدسمين هذولا بتلاقيه ما شاء الله ناتا يعني مية وعشرين وزين شاطر بالتفتيت في المناسف لقيه ايش بفتت اللحمة ايش يعني ما شاء الله وهيك بسوي لك يا زي الطابة اوه اسحب يعني بتذكر مع احد هالشباب مرة في ناشنخ يبقى اي مركز هو يا جماعة قاعدنا احنا وياع منسف حظنا عاطل حظنا عاطلها وياع بالمنسف اكل المنسف واحنا قاعدين ايش يا دو يا دو اهلا وسهلا حياك الله من من انت ذكرني صح صح اه صح صح المدريدي تعالي مدريدي تعال قدامي هنا تعال على الشاشة هذا جماعة صح صح المدريدي اهلا وسهلا فيه من طلابنا السنة الماضية طبعا اجهز اضافته هنا مدريدي متعصف صلاح مضبوطة صح صح مضبوطة قداش جبتين صح صح برياضيات بالتوجيه بالأول بالتوجيه مي وتسين برياضيات مي وتسين معدلك معدلي ستة وتسين ستة وتسين طب منيها ماهلا بضحك معاه هذا يكبر شنون ايه حكي ولا شيء اضحكوك الشباب طيب ان شاء الله ربنا وفقك ومي وتسعين ممتاز وان شاء الله معدلك ستة وتسعين يلا مباركة ان شاء الله اهلا وسهلا فيك شرفنا المدريدي هذا له قصة مدريدي معاي يا جماعة مدريدي قاعد هنا شافني غلطت مش ايه او لا نقلني غلط مش انت مدريدي نقلني غلط نقلني غلط في درزيك نقلني غلط ما تذكر ماهولي كان ما كانش دوسي زي هيك نقلني نقلني غلط قلن دارو يلا الله ماشي خلي لا خليجي بلك كرسي فيه كراس ياسب هاسب خلي واحد او اش اسمه الشاب اللي تعال بيجي بساي وقعه ويخلي يجي بلك كرسي طيب معلش طبعا استضافنا حبيبي المدريدي اخذنا شوي الجو مع المدريدي نعود لتفتيت اللحمة وتفتيت المناسف يعني هاي ديروا بالكو عليها الناس النصحين يعني نصيحة لما تكون انت يعني من فرح ان شاء الله دائما افراح وفي مناسف تقعدش مع واحد ناصح اذا قادر مع واحد ناصح راح المنصح في راحة اللحمة اكلنا هو طيب اذا فتتنا هنا هاي كل القصة عشان فتت دير بالك شو طلعت معك طلعت نص وهي جذر اي قوة اكس هاي اذا الاجابة شو طلعت يا صلاح طلعت نص اي او اكس طيب في طلعب يا جماعة بفهموا ايش صار معا بعد ما زبطش ما لقاش اجابة ارتبك شوي الارتباك في الامتحان يا جماعة إلا يصير شوي ارتباك إلا يصير الشرع ارتبكت في احد امتحانات انجليزي ارتبكت يا صح صح صلاح الورقة الاولى الرياضيات باي سؤال ارتبكت الدوائر بالمقالة بالله ارتبكت شو سويت والله حاولت احد شوي بعدين انا طبعا بجو الصوت ومش واصل بس انا ما سمعت حاولت احد شوي بعدين ايش سويت يعني شو لما كيف هديت اخذ نفس نفس السؤال ولا نوح تغيره لا اذا هدي يمكن يعني اقرأ شوي اخذ نفس اقرأ المعوذات شوي دهده دهده ارجع للسؤال اولا غيره ارتبكت بشي معاد انا بالانجليز بالانجليز يعني كانت الانجليز شوي مفاجأ لهم لانه غيروا النظام يلا على كل ربنا يوفقهم واستفيدوا من خبر ضيركم نعود ارتبكت انا ما لقيتش الجواب طب انا حال صعي ايه مش لاقي اه قال لي السؤال انا حولته قفل ايوه اللي هو جذر طلع الناس بتفهم العلم لم يكون موجود عندك تستفيد كتير اي قوة اكس قوة نص اه شو صفت اف اكس اي قوة نص اكس تضرب منتو عارفين هسه اشتق افتها اكس شو طلعت معا اي قوة نص اكس في نص جميل جدا اي قوة نص اكس هي نفسها اه اذا الرجح حولها قال لي نص جذر ايوه ودبر حاله ا اذا الاجابة ب هاي استفدنا التفتيت استفدنا ندبر حالنا وان شاء الله ربنا معكم اه تعقدوش الامور بجينا زي ما برد اقول يا جماعة فيه شغلة حابة احكيها ما ستذكرت بالمدرسة بيجي هات الطالب موخد مع استاذ فلان وهذا بيجي بخدك السؤال مين بيكون حاكي له في البال استاذه بالمركز بيكون خذ هذا اعطي طل اسئلة للطلاب اللي بيخذوا مثلا عند فلان او مع مدرسين اخرين بيكون حاطة سؤال هكي فاضي وما صغر طبعا انت بتحبط شو هاد ما اخذناهمش هذول ما بيخافوا الله والله ما بيخافوا الله اوعك توخذ اي سؤال نصيحة يعني مرة اجاني طالب بالمركز اهو الله طالب يقول لي هاي استاذنا بتحداك خذ حل هذا السؤال قلت لي يعني استاذك ولد ما احترام ايلو يعني اللي بيجي بتحدى استاذ حتى لو ما عرفت احله لا يعيبني لانه بجوز يكون حزيرة طلعت السؤال كان عدرس جد سم شوي معدلات مرتبطة بالزمن طلعت السؤال قلت ندي الطالب من طلابي اه والله ما ازل يا جماعة قلتوا تعال انشيت اسم الله كان والد شاطر قلتوا طلع حلو على اللوح كتبت السؤال على اللوح ما كان اش جوء كريمي زمان طلعو حلو حلو قلت الطالب سلم اه استاذك وبالله عليك تقول له طلعب محمد صالح حلو مش محمد صالح فيا جماعة خليكوا عايين خليكوا عقلين بتصير هاي الشغلات وبلشت يعني للأسف للأسف مهنة التعليم خربت ما كانت هيك مع هالسوشال ميديا ومع هاليوتيوب وهذا بطلع بغني فرجوني مبارح فيديو لأحد اسادزه والله كنه مريض نفسي يقسم بالله اه والله شو دي بتسوي فيه والله اشي بيخزي يعني للأمانة مش انت انت مدرس انت قدوة لطلابك بطل ما فيه صارت مصخرة ومهزلة نمزح بتشوفونا وبننكت وبنغير جو بس بالحق وبالأخلاق وبالدين ما بزموط انه انا اقلل من قيمتي كمعلم عشان اجيب لي كم من طالب احبائنا ديروا بالكو هاي من الاشياء اللي بتصير باربعة طالب الشباب ببعطوه اسمين من المدرس من عنده وين جايبينها مش من استاذ مدرس لا من برا راكزوا منصات كثيرة ما انزل الله بها من سلطان وبكونوا موصيهمها والله البعض منهم مأجور هاي اقصنت بالله يعني بوخل فلوس من استاذ اللي بدرسه على المنصة بلقي طعمعهم بسهروا وارا قيلوا مش عبو صحبه وياه بصير ايش طبعا تجي لعن مبسوط انك مع استاذ ودير بالك بس يعني فيها فيها يعني انت قاعد تنشر في اشي غلط بتساعدوا على الظلم بتساعدوا على هاي شغالات فأنت آثم دير بالك ربنا يوفقكم نشوف هذا السؤال F E Q X ابو البو والله دير بالك على البو اعطاك F جد افتحة الواحد بتذكره ابو البو بتذكره ابو البو يا معاد ابو البو تقدير بالك على مين على البو هاتا نشتق هاي افتحة اعك يا معاد خليت البو اشتق البو شو مشتقت E Q X ما شاء هاي متذكرين يا شباب طبعا هم اخذوها الفاصل الماضي هم اخذوه بالعربي ها قويسين ها قويسين اشتقتها بضل زي ما هي طيب اذا E Q اشتقتها E Q X في واحد اشتقينا الكف اليسار اليمين اشتق ال X تربية اتنين X زائد ستة هسا انتو عارفين بدنا مين علمتك المنتج لسه في ناس بعرشوا المنتج لا انا بدي افتحة الواحد يعني بدي هاي تصير واحد غيرك اللون تكرم بدي افتحة بدي هاي تصير ايش صح صح صلاح واحد فباجب اقول E Q X بدي اياها واحد يلا اذا كم X صفر E Q صفر بتساوي واحد ايوه هذ المنتج اه في مشكلة احكوا يا جماعة قضاء ما ظنيش ما ظنيش في مشكلة ما اشه مدردين ان شاء الله اليوم رح تنتصوا طيب خلينا نشوف E Q X E Q 0 برضو واحد وهي اتنين بصفر صفر زاد ستة اذا احبائنا الفتحة الواحد وشوفوا يعني هاي ستة الاجابة يعني زي ما حكى معاد بداية دول دول المجموعات بأثرش تنغلب وتتعادل يوم اما وين المشكلة لما تصير تلعب ببرة بأرضك ومرة عند الخصن هناك يا بتروح يا بت بتكمل المشوار اما السافي يعني بتعوض لسه بنا نلعب مع انتر ميلان وبدنا نرد نلعب مع ميوك كمان مرة وكمان مع مرة انتر يعني بتجمع لقاط هنا بتخوفش يعني عادي الوضع لو نغلب المدرديين يوم ما في مشكلة بس يعني احنا بنحب نتشف بس ان شاء الله مع ثلاثة كو ما دري بنتسفى فيكم شوفوا احبايبنا يلا خلينا نشوف السؤال الجميل يلا واي بتوقف الفيديو زي ما علمتك بتحاول تسبقني اي قوة ايش اكس تربية زائد ثلاث هذا من السلطة نتاعة السل الماضي عشان تتعلم الاسس اي قوة خمس اكس ناقص واحد علم اي قوة اتنين اكس تربية ناقص اتنين شو هاذا احساس باو خليك تتدرب شوية جد واي فتحة هاتا نبدأ واقف الفيديو ما قلت لك يلا عدنا هاتا نشوف اه والله بدا تبسيط واي تساوي ما اشتقيتش تجمع نسوس اي قوة كم اي واي اكس تربية زائد ثلاث زائد خمس اكس ناقص واحد على اي قوة ايش اتنين اكس تربية ناقص اتنين وتساوي تطرح الاسس اي خلينا نجمع بالله اللي فوق بالاول هاي اكس تربية وزائد خمس اكس طول بالك و زائد اتنين تمام ونرفع الان تطرح الاسس ناقص اتنين اكس تربية زائد اتنين زائد طبعا شو صفتها او الساس صفت واي تساوي هاتنشوفي جماعة اي قوة كم اكس تربية ناقص بتطلع لك ناقص اكس تربية وزائد خمس اكس وزائد ولا لا راحات لا والله زائد اربعة ما راحه ما اختصر ما بعض خالص اشتقص واي فتح اي قوة سالب اكس تربية زائد خمس اكس زائد اربعة وهي قوس سالب اتنين اكس زائد خمس خلاص اه شكرا بسطنا ابسط صورة نعم ومطلب على اغلب مثلا عند واحد عند اشي